توجه وزير الخارجية سامح شكري إلى العاصمة الأغندية كامبالا لرئاسة وفد مصر في أعمال القمة 19 لحركة عدم الانحياز نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي وأوضحت وزارة الخارجية أن القمة ستعقد غدا وعلى مدار يومين في كامبالا على ضوء رئاسة أغندا للحركة خلال الفترة من 2024 إلى 2027 لفيتة إلى أنه من المقرر أن تشهد القمة مشاركة أكثر من 120 دولة في فعليتها وأضافت الخارجية أن جدو الأعمال الوزير شكري سيتضمن إلقاء كلمة مصر نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإضافة إلى عقد عدد كبير من اللقاءات الثنائية مع نظرائه من وزراء خارجية الدول الأعضاء وذلك لتناول مسار العلاقات الثنائية والتشاور حول القضايا والتحديات الإقليمية والدولية الراهنة